اشتركوا في القناة حيث كان في مقدمة مستقبله بمطار حسن جموس الدولي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للإنقاذ شين ماينير لم يكن وحيدا في هذه الزيارة حيث كان معه عدد من معاونه في الحزب الشعيع الحاكم بصين بي سي سي وفي صالة الشرف والاستقبال لكبار الضيوف بمطار حسن جموس الدولي تطرق الجانبان أطراف الحديث التي تعبر عن متانة العلاقات بين الحزبين الشقيقين هذا وسيكون في جدوى الأعمال الوفد الصيني الذي يقوم بزيارة عمل تستمر على مدى 72 ساعة العديد من القضايا ذات الاهتمامات والمصالح المشتركة بين الحزبين بي سي سي الحزب الشعيعي الحاكم وم بي اس الحركة الوطنية للإنقاذ الذين تربطهما علاقات قوية وأزلية القدم والإنجازات بدعوة رسمية من الحركة الوطنية للإنقاذ للحزب الحاكم في جاد وصل منذ يوم أمس الأهد 24 يونيو إلى البلاد السيد شين مينر نائب رئيس الوزراء الصيني أضل مكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوع الصيني وأمين اللجنة المركزية للحزب بلدية الشيوكين الصينية الأرأس وفد صيني رفيع المستوى وخلال 72 ساعة من زيارة عمل رسمية للبلاد التقى خلالها مع عدتنا المسؤولين السياسيين والحكوميين جاء الوفد الصيني لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية أدريس دابيتنو باعتباره الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاص الحزب الحاكم المناسبة حضرها الأمين العام للحزب محمد زينبدة وعادت من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومسائدي رئيس الجمهورية بالأمانة الأمة والمكتب المدني خلال هذه المقابلة أكد السيد شين مينر أدو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوع الصيني لرئيس الجمهورية إدريس دابيتنو مدى جدية الأمل التعاوني بين الحزبين الحاكمين في البلدين بعدف تقوية وتأزيز علاقات التعاون بين الجانبين في شتى المجالات التي تأتي بالمصلحة للبلدين في تشاد والصين الشعبية مشهدا بالتعاون والتواصل القائم بين الحزبين وجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس دابيتنو التي تخدم دائما المصالح المشتركة بين الحركة الوطنية للإنقاط والحزب الشيوع الصيني ومساهمته الفعالة في التنمية التي تشهدها تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دابيتنو من جانبه الشكر الحزب الشيوع الصيني على تلبيته للدعوة المقدمة من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في نحاية اللقاء صرح الناتق الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء الصيني للصحافة بأن هذا اللقاء كان مميزا وناجحا في شتى المجالات حيث تمت فيه مناقشة العديد المواضيع المتألقة بتأزيد التعاون بين البلدين ونشير بأن الوفد الصيني حمل مأحو الدعوة من الرئيس الصيني إلى نظيره فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لحضور القمة الصينية الإفريقية التي من المتوقع إنقاذها في سبتمبر المقبل ببادنة بيجين الصينية